موسيقى صدر عن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بيان مشترك فيما يلي نصه تعلن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين فقد أعلنت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تصنيف تسع كيانات وتسعة أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهي كالآتي أولا الكيانات مؤسسة البلاغ الخيرية اليمن جمعية الإحسان الخيرية اليمن مؤسسة الرحمة الخيرية اليمن مجلس شورى ثوار بنغازي ليبيا مركز السرايا للإعلام ليبيا وكالة بشرى الإخبارية ليبيا كتيبة رافالة السحاتي ليبيا قناة نبأ ليبيا مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام ليبيا ثانيا الأفراد خالد سعيد فضل راشد البعينين قطري الجنسية شقر جمعة خميس الشهواني قطري الجنسية صالح أحمد الغانم قطري الجنسية حامد حمد حامد العلي كويتي الجنسية عبدالله محمد علي اليزيدي يمني الجنسية أحمد علي أحمد برعود يمني الجنسية محمد بكر الدبا يمني الجنسية الساعدي عبدالله إبراهيم بخزيم ليبي الجنسية أحمد عبدالجليل الحسناوي ليبي الجنسية إن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا وأسهم ثلاثة يمنيين وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابيا لدى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بجماعات إرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهريا وماليا من السلطات القطرية لعبوا دورا فاعلا في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات ومع ملاحظة أن السلطات القطرية تسبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم أعلنت تعديلا في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح إلا أنها غير كافية فالقانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية بل اتسعى نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقا منها كما أن للسلطات القطرية تاريخا طويلا في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكملي عام 2014 واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف إن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكينات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة وفي القائمة السابقة المعلنة في الثامن من شهر يونيو عام 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح ولضمان ذلك ستقوم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها كما تؤكد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة